للمزيد من التفاصيل حول سياسات الداخلية والخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيراتها على الولايات المتحدة منذ توليه لمنصبه قبل شهر واحد ينضم إلينا اليوم في الأستوديو الأستاذ شيلين الخبير الخاص بقناة CGTN العربية أستاذ شيلين كيف تقيم أداء إدارة ترامب بصفة عامة منذ توليه لمنصب الرئاسة نعم اليوم مضى شهر كامل على تولي دونالد ترامب منصب رئيس الأمريكي لكن من الأرجح أن عدد الأخبار الساخنة التي صنعها نفسها تجاوز أي رئيس أمريكي الجديد في تاريخ الولايات المتحدة فمن إلغاء اتفاقية TPP وتوقيع مشروع حذر السفر لمواطن سبع دول إسلامية إلى تشاجر العلني مع القاضي ووسائل الإعلام أو شك أن يصبح ترامب موضوع أخبار ساخنة كل يوم حتى صحيفة واشنطن بوست تعلق على أقوال ترامب في تويتر كل أسبوع وقبل أيام استقال أهم مساعدة لرئيس أمريكي هو مستشار أمن القومي مايكل فولين بعد 24 يوم فقط من توليه منصبه والآن يبحث ترامب عن شخص جديد في هذا المنصب نعم وهذا الحادث يصهر عدم تنسيق لفريق الإدارة لترامب في البيت الأبيض على الأقل رغم أن ترامب لا يعترف بوجود أي مشكلة لفريقه في محاضرة أخيرة لكن لا يمكن نفي أن فريق ترامب قيد تنسيق ويحتكاك الآن عندما يفتقر فريقه ومساعده إلى تخطيط استراتيجي طويل الأمد أدصر ترامب إلى خوض في الجبهة الأمامية وهذا هو سبب المعضوع لظهوره في عنوان أخبار ساخنة دائمة فمنذ شهر يبدو أن ترامب ما زال مفعم بحماسة القتال لكنه تعرض لضغوط وقيود لا مثيل لها إذا أن الأنزمة التي صممها مؤسس الولايات المتحدة بدأت تحصيرها يعني أن تلك القواعد والأنزمة وبالأهرى قيمة المفهوم القيمة لا يمكن تعديلها أو تغييرها بسهولة هذا هو سبب لأن ترامب حتى الآن لم تطلق أي تحرك ثوري أو تقويدي في صاحة دبلوماسية مجمل القول أن ترامب يبدو أنه لم يخرج من حماسة في حملة الانتخابية ويبدو أيضا أن التجربة في شهر الماضي علمته كثيرا فنرجو أنه يحكم أوليات المتحدة هذه أكبر دولة في العالم بأقلانية ومنطقية أكبر في المستقبل حسب رأيك بعد كل المواقف التي ذكرتها ما هي التأثيرات المحتملة لسياسات ترامب الداخلية والخارجية على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاد العالمي ككل سياسات ترامب المحورية تضم ارتفاع رسوم جمهورية والحد من المهاجرين غير الشرعيين وزيادة تحفيز المالية الفيدرالي وتقليل الضرائب على شركات والأشخاص ومن شأن هذه السياسات أن تحفظ الطلب وتدفع نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة على مدى قصير ولكن على مدى طويل تلك سياسات تشكل عرائق أيضا على نمو اقتصاد الولايات المتحدة بسبب تخفيف حدة التحفيز المالي على مدى طويل وضعف التجارة ناتجة عن ارتفاع رسوم جمهورية وقلة يد العاملة رخيصة ناتجة عن الحد من المهاجرين وعلى المستوى الدولي ستؤدي سياسات ترامب إلى ارتفاع سعر فائدة للدولار الأمريكي في الولايات المتحدة ما يجعل الدولار الأمريكي أقوى وذلك سيؤثر سلبا على الاقتصادات الأخرى خاصة بنسبة لتلك الاقتصادات الناشية التي تعمل على سعر الصرف السابت وتعتمد كثيرا على استثمار بالدولار الأمريكي لأن تقليل تجارتها الخارجية مع الولايات المتحدة وارتفاع تكلفة ديون التي يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي سيحول دون حيوية اقتصاد في الأسواق الناشية في هذا الصدد تتوقع شركة جودمان ساكس أن نسبة النمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 مع سياسات ترامب ستنخفض ب0.1 نقطة مئوية عن الاقتصاد العالمي بدون سياسات ترامب يبدو أن هذا الفرق غير كبير لكن يجب أن نعلم أن نسبة النمو الاقتصاد العالمي في عام 2015 مجرد 3.1% فـ 0.1% هذا يعتبر كبير أيضا وهذه النتيجة مبنية على سياسات ترامب المعتدلة يعني لم يطبق ترامب سياسات مصطرفة أكثر مثلا تتوقع جودمان ساكس أن الرسوم الجمهورية على المكسيك والسين سترتفع بأربعة نقاط مئوية وذلك أقل بسلسة مما صرح به فريق ترامب لأن ذلك يعود إلى أن شركة جودمان ساكس تتوقع أن كونغريس الأمريكي سيعرض سياسات أكثر تطرف مجمع للقول أن سياسات ترامب ستجعل اقتصاد الأمريكي أفضل بقليل في السنوات المقبلة وذلك على حساب السائر أنحاء العالم شكرا جزيلا على هذه التوضيحات الأستاذ شلين الخبير الخاص بقناة CGTN العربية ترجمة نانسي قنقر